من أعجب الأحاديث في هذا حديث فاطمة بنت قيس قالت سمعت مناديا ينادي الصلاة جامعة قال فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم قال فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال عليه الصلاة والسلام ليلزم كل إنسان مصله ثم قال تدرون لما جمعتكم قال الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة لم يحدث شيء ولم يأتني خير حتى أوزيه عليكم ولكن جمعتكم لأن تميمن الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت حديثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب في سبيلت بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموت شهرا في البحر ثم أرفأوا يعني مرفأ أرفأوا على جزيرة قال حتى مغرب الشمس خشوا أن يدخلوا قبل ذلك قال فجلسوا في أقرب السفينة أي في القوارب الصغيرة التي تكون خلف السفينة فدخلوا الجزيرة فلاقيهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره لقيتهم دابة شعرها كثير لا يدرى رأسها من دبرها فقالوا ويلك ما أنت وظنوا أنها جنية فقالت أنا الجساسة أي أجس الأخبار للدجال ومن هنا سميت الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطرقوا إلى هذا الرجل في الدير والدير مكان العبادة ولكنه هنا جاء في رواية إلى الرجل الذي في القصر يعني قصر الدجال فإنه إلى خبركم بالأشواق قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطرقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبته إلى كعبيه بالحديث فقلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم أو ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم حين اشتد موجه فلعبت بنا المو شهرا حتى أرفعنا إلى جزيرتك قال ذكروا له حديث الجساسة وأخبرتهم وأنهم أتت بهم إليه وأنهم وأنه إلى خبرهم بالأشواق فسألهم قال أخبروني عن نخل بيسان نخل بالأردن قلنا عن أي شيء أو شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل تيثمر قلنا نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر ثم قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شيء تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب ثم سألهم عن عين زغر غير عين بالشام سألهم عن هالناس هل يسقون منها فأخبرهم أنه يوشك أن يذهب ماءها ثم سألهم قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال قاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عجب هذا الحديث وأنه من جهته المشرق فهذا الحديث يدل على أن الدجال كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حي الآن وينتظر الإذن بالخروج على الناس فيخرج